السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأخبرنا عملي بإيه وربي جماعي يكون بخير في الفيديو ده دكتور طريق السودان هيكلمنا عن قصة إسلام أبو زر الغفاري على يد الإمام علي إبن أبي طل مشاهدة ممتعة إن شاء الله علي رضي الله عنه أيضا لم يكتفي بهذا لكن كان يحب أن يساعد من يبحث عن الحق من يبحث عن الدين الحق فيروي البخاري هذه قصة في البخاري في قصة إسلام أبي ذر ويقال أنه من أوائل من أسلم رضي الله عنه حتى في بعض الروايات أنه خامس من أسلم لكن الغالب أنه من الأوائل وليس الخامس يروي البخاري في إسلام أبي ذر بسند يرويه البخاري إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وصل الخبر لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه ابو ذر يقول لأخيه اركب إلى هذا الوادي روح في هذا طبعا هو ابو ذر ليس من مكة من غفار فقال لا سمعت أن في واحد قالوا عنه أن نبي في مكة فهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر ابو التالي بالتأكيد ليس الخامس يعني فقال لأخي اذهب إلى هذا الوادي اللي هو مكة فاعلم لي هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله جب لي أخباره واحفظ لي أقواله ثم أتني إذن أبو ذر كان يبحث عن الحقيقة كان عنده شك في هذا الأمر فهو كان خير أخو قال له إما أن تبقى عند أمي وهذا أو أنت تروح قال لا أنا أروح قال له إذن بس حفظ لي كل شيء فانطلق أخو أبو ذر فراح والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من كلامه ثم رجع إلى أبي ذر فقال له إيش سمعت قال رأيت يأمر بمكارم الأخلاق هو ينطق بكلام ما هو شعر بس ما هو كلام عادي فأبو ذر قال كلمة قال والله ما شفيتني مما أردت أرسلك تجيب لي تحفظ لي إيش قال بالضبط تقول لي كلام عام مثل هذا خليك أنت أنا سأذهب فتزود أبو ذر وأخذ معه يعني ماء وسافر إلى أن وصل إلى مكة ثم أتى المسجد يبحث عن الرسول عليه وسلم لا يعرفه وكان ما يريد أن يسأل عنه أحد يعني يريد أن يتعرف عليه بشكل مباشر وظل يبحث يمين يسار النبي صلى الله عليه وسلم ما مبين ما يشوف واحد يتكلم كلام آخر ولا مختلف وظل إلى أن أدركه الليل فنام جزء من الليل فرأاه علي شوف هذا الآن قصة أن علي يساعد هؤلاء الذين يبحثوا عن الحقيقة فعرف أنه غريب لما رأاه أبو ذر صحة ما تكلم مع عليه هو يريد أن يبحث مباشر عنه صلى الله عليه وسلم فمشى أبو ذر مشى عليه استغرب من هذا اللي ما يتكلم ما يسأل فمشى وراه ويقول البخاري ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء وظلوا إلى الصبح يدور في المسجد وحواليه وكذا يقول ثم احتمل قربته وزاده ورجع إلى الكعبة وظل ذلك اليوم كله يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يسأل ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر فواحد ساكن ما يسأل وهو أيضا ما سأل أحد فكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى صار الليل فأمس فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال علي الآن شوفوا الحكمة أما أنا للرجل أن يعلم منزله يقول ساكن بالمسجد تعال انتظيف تعال اسكن عندي فذهب به معه وأيضا ما حاجة يسأل الثاني عن إيش القصة حتى إذا كان اليوم الثالث خرج أبو ذر من الليل نام معه بعد أن راح للمسجد فظل إلى الليل فجاء فقال تعال ثم قال علي ألا تحدثني بالذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت بس ما تبلغ عني فأعطاه علي الخبر والميثاق هو عارف أن هذا عند قصة عند شيء غير يعني عادي فأخبره أنا أبحث عن واحد عندكم يتكلم كلام كذا ويقول أنه نبي فقال علي إنه حق وإنه رسول الله سبحان الله ما وقع إلا على علي من دين كلها الناس ولذلك بعض الرواة يقولون هو خامس من أسلم لأن مع بداية أمر الإسلام كان الناس لسه ما أسلموا فمع البداية وصل وكان المسلمين ما في أحد يعني منهم قليل إلا علي بن أبي طالب يعني من النوادر فسبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى قدر لأبي در فقال له إنه حق وإنه رسول الله فإذا أصبحت إذا صار الصبح فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق ما يعني إذا في شيء خوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الآن لم يعلن دعوة هذا على رواية وفي رواية أنه لا هذا بعد إعلان الدعوة لكن قريش بدأت تضغط وتمنع أي واحد يسأل عن هذا الدين وهذا لعله الأرجح فقال له إذا صار الصبح خلنا نسوي نفسنا كأننا ما نعرف بعض أنا أمشي وأنت أمشي وراي إذا شفت شيء خوف ولا واحد من هالسادة المجرمين سأعمل نفسي كأني أصب بالماء في هالحالة ابتعد عني وإلا إذا شفتني ماشي امضي وراي اتبعني حتى أدخل مكان أدخل معي يقول ففعل فانطلق يقفوه يمشي وراه حتى وصل إلى البيت اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم علي أرشد أبا ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من دعا أبا ذر وهو الذي أرشده للنبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر دخل سمع كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فورا فهذه قصة أبي ذر وقصة دور علي بن أبي طالب في إسلام أبي ذر فهذا من المكانة العظيمة كان من أول الدعاة للإسلام من أول الدعاة وأسلم يديه واحد من أعظم عظماء الإسلام أبو ذار رضي الله عنه لكن في قصة أيضا طريفة جدا صارت لعلي بن أبي طالب يقولون كرامة ليس فوقها كرامة لم تكن لأحد إلا لعلي رضي الله عنه قصة طريفة حدثت كانوا في بداية الإسلام وكانوا يعني يكرهون الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم وعلي المسلمين الأوائل لكن ما قادرين يمسوا الأصنام مستضعفين يعني عددهم قليل والأصنام هذه معظمة يقول في هذه القصة التي يرويها الحاكم في مستدركه يقول علي انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة وإذ ما فيها أحد بالليل ووقت متأخر ما في ولا إنسان حول الكعبة على فكرة يعني بس عشان تتخيلون معي الصورة الكعبة في ذلك الوقت ما كان حواليها مسجد يعني كعبة وبعدين صحا أرض فاضية ما كان في بناء مسجد بس كان تسمى أرض المسجد والكعبة نفسها ليست كالصورة التي الآن كانت عبارة عن حجارة يعني فوق بعضها بدون سمنت بدون شيء بينها يعني فقط حجارة وأعلى من ارتفاع الإنسان ليس بهذا الارتفاع بإنما يعني قليلا أعلى من ذلك وكانوا حطين لها سقف طبعا وعليه فوق السقف بعض الأصنام الصغيرة لكن حوالين الكعبة وداخل الكعبة بعض الأصنام الضخمة الكبيرة لكن فوق الكعبة لأن ما تتحمل فحطين بعض الأصنام الصغيرة يقول علي نرجع للقصة يقول انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس يقول فلما طأطأت صعد على من كبي وقف على كتفي قال صعدني فوق الكعبة يقول فذهبت لأنهض به أنا بعدي صغير تكلم عن 12 سنة 13 سنة بدايات الإسلام ما استطعت شيله رجل كبير ما استطعت 40 سنة صلى الله عليه وسلم 42 سنة ما استطعت شيله فيقول فضعفته يقول فلما رأى مني ضعفا نزل وجلس لي اسمعوا الكرامة العجيبة فجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على من كبي يقول فصعدت وضعت رجلي على كتفه الشريفة يقول فنهض بي وقف فصعدني معاه يقول والله ليخيل إلي أنه لو شئت لنلت أفق السماء حسيت أني ارتفعت ارتفاع ما هو عادي ارتفاعك عني فوق في السماء محددكم أنا شعرت بهذا الشعور لما دخلت داخل الكعبة أول مرة دخلت داخل الكعبة تعرفون دخل الكعبة من عند الباب ولما الواحد يدخل ما ينزل مرة أخرى أرض الكعبة مع مستوى الباب فلما دخلت أصابني شعور عجيب جدا شعرت أني ليس في هذا هنتكلم نحن عن فوق القامة قليلا شعرت أني ست سبع طوابق فوق السماء وأنا داخل الكعبة هذا شعور أنا أحسست به فعلي بن نبي طالب يشير إلى هذا الشعور وهو فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ليخيل إلي أنه لو شئت لنلت أفق السماء يقول فصعد به وبدأ يرتفع حتى تعلقت بسقف الكعبة وصعدت فوق البيت بيت الله الحرام يقول وعليه تمثال من نحاس مثبت تمثال صغير من نحاس مثبت يقول فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه أهزة يمين شمال أمام خلف أحاول أهزة يقول بظلت أهز فيه أهز فيه حتى استمكنت منه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به يقول فقدفت به فتكسر كما تتكسر القوارير للزجاج يقول ثم نزلت فانطلقت أنا اسمعه للطلافة يقول فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق نركض يقول حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس كسروا هذا أول صلم كسروا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر في تكسير الأصنام بعد ذلك وإنما ما كسرها إلا على يد الذين كانوا يؤمنوا بها لما فتح مكة فجعلهم هم ويكسرونها المؤمنين الذين معا لكن هذا يعني هذه القصة طبعا في بدايات الإسلام في فترة البداية الكرامة التي أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصعوده على كتف النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إذن هكذا كانت بدايته وهكذا كان إسلام الشريف وكان تربيت العظيمة في بيت المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في بيت خديجة الشريف العظيمة الكاملة رضي الله عنها وأرضاها أي كرامة يريدها الله عز وجل بعلي فوق هذه الكرامة من يحصل على مثل هذا من هذه التربية وهذا الفضل هكذا كان علي رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر